السلطتان القضائية والتنفيذية تجتمعان لبحث الإجراءات المتخذة لمعالجة ملفات الفساد المالي والإداري واسترداد أموال العراق المنهوبة والقبض على المتهمين داخل وخارج البلاد خبراء القانون أشادوا بدور القضاء في هذا الملف وإحراز التقدم كبير في إعادة بعض الأموال والمتهمين ومحاكمتهم قانونية تضمن هذا الاجتماع أنه جملة من الاتفاقات بين الطرفين كسلطة تنفيذية وسلطة قضائية تتمحور حول إعادة المطلوبين المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري بالعراق بالحقيقة هذا الموضوع أكو عزم من الحكومة العراقية لمكافحة الفساد بدليل أن الاتفاقات والسلطة القضائية أنتجت عن تشكيل محاكم خاصة بمكافحة الفساد ونشوف أكو جدية من القضاء العراقي بملاحقة هؤلاء الفاسدين قضايا فساد متنوعة تكشف يوما تلو الآخر من قبل هيئة النزاهة منها هدر أكثر من 12 مليار دينار بمشاريع مختلفة في محافظة ميسان فضلا عن ضبط سبعة معقبين بمحافظة واسط في دوائر البلدية والضريبة والتسجيل العقاري تلاعب بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني بقيمة ثمانية مليارات دينار خلافا للقانون استطاعت هيئة النزاهة بالواقع استرداد أكثر من 3 إلى 4 مليار دولار خلال السنتين الأخيرتين وهذا نشاط كبير ملحوظ وهذا اليوم اللحظة بشكل كبير أمام إجراءات هيئة النزاهة في الداخل لكن في الخارج هناك صعوبات وتعقيدات وقرارات وحتى نسترد متهم نحتاج سلسلة طويلة من الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل قد سنتين وثلاثة ومرت فينا فيئتنا زهف في أكثر من سنتين نحتاج جنس خمس سنوات حتى نسترد متهم من أوروبا الجهود المشتركة من قبل الجهات المعنية بمكافحة الفساد تثمر عن خلق بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات للبلاد وهذا ما جعل الحكومة تضع الملف في أولويات برنامجها الإصلاحي بخطوات وصفها الخبراء بالثابتة من خلال كشف المزيد من قضايا الفساد وإحالة المتهمين إلى القضاء وإعادة المال العام إلى خزينة البلاد سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد